استاذة سامية من الايوبية السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ انا عايزة اسألك على حضرتك بس هو بعيدا عن الحديث بتاع النهاردة يلا تفضلي انا عندي ابن ثمان سنين امبرح كان عشان قوي والفجر كان بيأزن فسأيته بقق ميا سأيتي بقق ميا بعد الفجر اه بس هو انا ضربته عشان ما يشرفش قاعد يعيض انا بقى كنت بستني بقى ان انت تقولي ليه عملت كده ما هو عشان اعوده على الصيام مين قالك طب خلاص انت بتسأليني بقى هو صيامه صحيح او لا لا اولا هو هو دلوقتي لغاية دلوقتي هو ما بلغش فهو دلوقتي مش مكلف فهو دلوقتي بيتمرن على الصيام مين قالكم ان انتو لما تمرنوا اولادكم تضربوهم عشان يتعودوا على الحاجة حببوهم في الحاجة عودوهم التعود ملوش دعوة بالضرب الضرب ده وقت بيخليه يكره العبادة اه الناس بيقولوا والله احنا تعلمنا القرآن شيخنا في الكتاب ضربنا ولو ما كانتش ضربنا ما كناش تعلمنا القرآن مش كل الناس عندهم المناعة النفسية اللي حباكم بتكلموا عناها دي احنا محتاجين اساليب اخرى نفكر فيها في تربيت اولادنا طيب وعلموا اولادكم الصلاة لسبعين وضربوهم عليهم ابناء وعش الحديث معناه ان احنا نحاول نحفزهم مش نجلدهم كل ما يتعلق بالعنف لازم نتكلم عنه بانه دفع وتحفيز وليس جلد وازية واهانة ابدا لا يمكن العبادة ترتبط بالاهانة فلذلك انت ما كانش مناسب ان انت ذرابيه على ده لان ده يخلي بين وبين العبادة فيه فجوة كده وفيه علاء وفيه خوف فما تعمليش كده يبقى ايه اللي حاصل هو دلوقتي عايز يصوم لنص النهار ويصوم لنص النهار لغاية ما يبقى فرض عليه ساعته بقى انكلمه لكن احنا دلوقتي بنعوده بنعوده يعني ايه بنساعده تجيبينه تحفيز هو شيرب كده خلاص بقى انت بقى امسك بقى لغاية بقى لاخل النهار بس المرة الجاية مش هنشرب بقى مش هنشرب ليه عشان ده تبيربينا على ان احنا نقدر نتبط نفسنا ونبقى افضل وربنا سبحانه وتعالى عايز الكلام ده عشان يكون شخصيتنا فنبقى بعد كده نقدر نعمل الحاجات اللي انت بتحب تعملها انت مش بتحب ان انت تطير مش بتحب تعمل كذا لو كان طفل صغير لو كان بقى عنده ثمان سنين انت مش بتحب تبقى ناجح في الحياة مش بتحب تبقى زي الناس اللي انت بتشايفهم ده فانت لازم شخصيتك تتكون ولازم شخصيتك تتبني فعشان شخصيتك تتكون لازم يبقى عندك صبر ورمضان ده شهر الصبر فاحنا عايزين نمسك نفسنا ونبقى قوية عشان ربنا سبحانه وتعالى يمدنا بالنور والبركة دي هو ده الكلام اللي احنا هنقوله لأولادنا مش هندرابهم عشان بعد كده يبقى عندهم فوبيا فوبياة الصلاة اه احنا رصدين حاجة بعض الناس عندهم فوبيا من الصلاة وبعض الناس عندهم فوبيا من الصيام من سبب العنف اللي بي مارس بلاش كده لو سمحتوا